أما في المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الإحداث المهمة اللي حصلت في المحافظات المبارح واللي منها افتتاح معرض أهلاً رمضان في ميدان محمد نجيب في الإسكندرية وأيضاً الانتهاء من رصف طريق بحري ترعة السلام في بورسايد كمان في الفيوم تم إطلاق مبادرة لدعم زواج الفتيات اليتيمات بقرأ المحافظة وتسليم 62 مشروع تموي من مشروعات الصغيرة فلد أهلية وأخوات تانية كثير هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من كفر الشيخ اللي تم فيها توزيع ألفين كيلو لحوم وتسعمائة بطنية ولحاف على ألف وتسعمائة أسرة غير قادرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للمحافظة وده تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي في الإسكندرية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان في ميدان محمد نجيب بسيدي بشر وبيضم جميع السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة وبيشارك في المعرض 56 عارض لتوفير أكبر كم من السلع بتخفيضات كبيرة في الده أهلية تم تسليم 62 مشروع تنموي من المشروعات الصغيرة بقيمة 20 ألف جنيه لكل مشروع وضمن مشروعات التمكين الاقتصادي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي في بورسعيد تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير وتخطيط طريق بحري ترعة السلام بداية من محور 30 يونيو وحتى الوصول لمستشفى 30 يونيو بطول 2.5 كيلو متر بنطاق حي جنوب بورسعيد في مطروح انتهت أعمال القافلة الطبية والجراحية اللي نظمتها كلية الطب بجامعة الإسكندرية في مستشفى السلوم المركزي واللي نجحت في توقيع الكشف الطبي على 2160 مواطن من المرضى غير القادرين فأسيود تم الدفع بعدد من المنافذ المتنقلة بشوارع وميادين المحافظة وده من خلال سيرات محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض الماء من إنتاج المشروعات التعاونية الإنتاجية التبعة للإصلاح الزراعي في الوادي الجديد أعلنت إدارة التنمية الشبابية بأندية الفتاة والمرأة بمدرية الشباب والرياضة استكمال تنفيذ الملتقى الحرفي بمركز شباب غرب الموهوب بقطاع الدخلة للتدريب على حرفة الزي الوحاتي بمشاركة عدد من عضوات أندية الفتاة والمرأة في الفيوم تم إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان كفالة زواج يتيمات بالتعاون مع الجماعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة وده لاستهداف دعم مئات الألاف من زواج الفتيات اليتيمات بالقرى من خلال تسليمهم مبالغ مادية وهدايا عينية واستكمال ما ينقصهم لبناء منزل الزوجية موسيقى